طبعاً أنا عارف أن أنت بتحب الفيديوهات دي والسبب أن هي موجودة على محفظة بنانسي أو باينانسي زي ما أنت بتنطقها والأفضل من ده كله أن الربح فيها بيكون مجاني 100% هنعدل النهاردة عملة سوي على محفظة بنانسي أو بنانسي هو اللي أنت سمعته بالضبط هنعدلها التعديل مجاني 100% هذا الثاني فيديو نعمله على التعديل داخل محفظة بنانسي ولكن طبعاً الفيديو النهاردة مختلف تماماً لأن العملة سيتعمل لها إدراج على المنصة وده يعني ما يا عم أحمد؟ يعني العملة لسه لحد دلوقت ما اندرجتش وانت عارف لما بتندرج عملة يعني لما بتتحط عملة في المحفظة السعر فيها بيعمل بام زي ما انت هتعمل لي بام دلوقت على اللايك بتاع حضرتك وتعالى أشرح لك أول حاجة يا بو الصحاب هشرح لك دلوقت بشكل عملي وبعد كده هنخش على المنصة أو المحفظة مطبقة اللي احنا شرحناها بشكل عملي بيقول لك هيتم إدراج الكلام ده كله على محفظة بنانسي وانت طبعا الصفحة ده ناسبها لك تقدر انك انت تراجع بيها بنفسك وبيقول لحضرتك هنا التواريخ والمعات الشروط بقى التعدين يا عم أحمد وهو في شروط يا عم أحمد آه في شروط سهلسة وسهلة جدا وكلها مجاني مية في المية ما تقلقاش يا صاحبي بيقول لحضرتك الشروط ان يكون عندك عملة BNB او عملة TZT شبكة الدولار ولكن على عملة T اللي بتبدأ بحرف T هورها لك دلوقتي وهتشوفها موجودة فين وإحنا أصلا عملنا فيديو قبل كده عن الموضوع ده هنا بيقول لك لو انت معرفتش تدخل من المحفظة هتدخل من الويب يعني لو ما لقيتش الكلام اللي احنا هنشوفه دلوقتي على المحفظة هتدخل من الويب والصفحة دي هتسيبها لك اسفل الفيديو تاني حاجة بيقول لك ده المجموع الكل اللي احنا هنكسبه مع بعضنا ومفيش اي شروط تاني غير ان يكون عندك حساب في المنصة لو ما عندكش حساب هسيب لك الرابط التسجيل اسفل الفيديو بتسجلوا بتعمل حساب وكل الدول تقدر ان هي تعمل حساب دلوقتي باستثناء طبعا سوريا واستثناء فلسطين والعراق او ممكن فلسطين تكون مدعومة استثناء بلدين فقط هنا بقى بيقول لحضرتك ايه بيقول لحضرتك هيتم اغ اقولش عليك ولكن هشرحولك بالبلد زي ما انت عارف رصيدك تقدر انك انت تجمعه في اي وقت رصيدك اللي انت تتكسبه تقدر برضو تبيعه في اي وقت ازا يا محمد انت مش قلت العملة لسه ما اندرجتش ما قلت لك هتعدنها وهيتعمل لها ادراج يوم التعدين وبيقول لحضرتك تقدر تفك اللي انت هتدخله في اي وقت يعني انت عندك عملة او عملة الدولار تقدر انك انت تفكها في اي وقت ما فيش اي شروط والكلام ده انا كنت موضحه في ربح طبعا العملات اللي هي سب دولار وعشرين سنت تقدر برضو ترجع الفيديو ده عشان تبقى عارف شوية معلومات او تبقى جاهز للمعلومات انا نزلت لك الفيديو ده قبل الشغل بيومين عشان ما يكونش عندك مشكلة وهعمل معاك كده على طول عشان ما تقوليش ملحقتش او معرفتش اشتغل النهاردة هشرح لك تبقى جاهز ازاي وقبل العرض بساعة ميل كتير هعمل لك فيديو تاني هقول لك ازاي نتطبق كل حاجة بالتفاصيل فهمت يا بالصحاب فهمت عملت اللايك يا بالصحاب شكرا على اللايك بت حضرتك هنروح دلوقتي بقى على المنصة غيرنا اللغة عشان تبقى كل حاجة مناسبة بالحضرتك طبعا انا عند اللغة ازباني فما عارفش ان انا هتعامل بالعربي لان انا هنا بلد ازبانية فبتكلم ازباني ما بتكلمش عربي غير مع حضرتكم انتم هتيجي على محفظتك تمام يبقى اول حاجة عندك محفظة وعندك تفعيل الهوية انت اصلا تلقائب مجرد من تحمل المحفظة المحفظة بتقول لك فعل الهوية هتيجي هنا طبعا على ارباحي هتجيبها مني ال الارباحي هتلاقي حضرتك هنا فوق في الاسفل عندك فوري وعندك تمويل وعندك التدول الافتراضي هعلم لك برضو عليهم عشان تكون كل حاجة واضحة قدام حضرتك في اربع خيارات او خمس خيارات فوق هتلاقيهم عندك من المحفظة سيجب ده كل ده وهتلاقي طبعا ارباح او اربع زي حسب اللغة بتاعت حضرتك هتدوس عليها بالشكل ده وهتنزل طبعا في الاسفل هتلاقي برضو كلمة ارباح موجودة اكيد انت تلوقتي فاكر عشان عملنا فيديو قديم على النظام ده هت ده طبعا ست خيارات او خمس خيارات موجودين عندك في الصفحة الرئاسية سبك منهم وهتلاقي ساهم كده في الاسفل لو انت بالعربي هتلاقيها عندك على الشمال وعندك اللايك برضو على الشمال لو انت بالعربي هتدوس عليه وهتلاقي هنا مجمع الإطلاق او علامة الساروخ هتدوس عليها وهتلاقي طبعا حاضر دك احنا شرحنا العملة دي لو انت شغال فيها ما نساش تمس عليها وتقول لي كسبت كامل حد الان تقدر برضو تشغال فيها ولكن خلاص فاضل فيها يومين او تلاتة وتنتهي العملة العملة الموجودة اللي انت هتعدن عليها لازم يكون عندك عملة BNB في المنصة وعملة TOSDT بس مطلوب منك اي حاجة تاني عندك العملة موجودة في منصتك هتدخلها تعمل لها تغزين وهي تعدين العملة هنزل لك على طول ما عاجبكش التعدين تقدر تاخد العملة بتاعتك اللي هي BNB او عملة TOSDT ما فيش اي شروط يعني مش بتخسر عملة ولا حتى بياخدوا منك رسوم ولا الكلام ده كله طيب انا ملقيتش الكلام ده عمد على المنصة ما نسيب لك الرابط اصلاح بقولت لك الكلام ده من الاول هتخش على الرابط وهتيجي هنا لو انت عايز تعدن عملة BNB او عايز تعدن TOSDT هتدوس عليها هيحاولك على المنصة على طول اول ما حاولكش على المنصة تقدر برضو تعمل كلام ده من الويب ازاي هتدوس على التلس شرط وهتفتح الاساب بتاعك زي ما احنا بنفتح في اي اي ردروب على المنصة هتكتب الايميل والمساور ده بتاع حضرتك وبالشكل ده هيكون عندك حساب في المنصة يا ابو الصحاب فهمنا يا صاحبي فهمنا يا صاحبي يبقى دلوقتي هنعمل ايه يا ابو الصحاب هنروح دلوقتي نشوف العملة موجودة عندنا على الكون ماركت كاب طبعا حين العملة موجودة في كل المنصات واكد انت زيقتي من الروبهات اللي هي كلها كدب انا ماشي بشرع غير الحاجة الصدقة فقط ايه الحاجة اللي مش بتضيع وقتك طيب لو انت بقى عندك عملات تاني وعايز تبدلها لعملة TSDT وعملة BNB تقدر انك انت تتواصل معنا في قناة تليجرام عندنا بيع وشراء جميع العملات الرقمية كل العملات اللي موجودة في السوق اللي هي بتتبيع وبتتشير تقدر تبدلها من عندنا اتأكد اهم حاجة انك انت دخلت من الرابط اسفل الفيديو اللي هو ورابط البيع والشراء تأكد من الحروف بشكل صحيح عشان في ناس عاملة حروف زينا وبتنسب على العضاء لو دخلت من تحت الفيديو او من الرابط المثبت في الوصفة هيوسلك مباشرة على الحساب بتاعي بتاع البيع والشراء تحدي كده بصحاب انا شرحت لك كل حاجة عن المنصة اللي احنا هنعمله ايه دلوقتي هنجهز عشان نعدن العملة وكون جاهزين بالرصيد اللي احنا نشتغل به طبعا كله بيكون عندك رصيد اكدر كل ما بتعدن اكدر وزي ما قلنا الرصيد اللي انت بتخزنه تقدر تفكه في اي وقت يعني ترجعه تاني ومش بتخسر منه ولا سنت واحد وقبل العرضة او قبل التنفيذ هشرح معك طبعا فيديو عشان في ناس برضو ما بتفهمش الحاجة غير لما بشرح حالها مرة واتنين هشرح لك فيديو تاني برضو نفس الكرام اقول لك ازاي تعمل نفس القطوات بالتفاصيل لو انت وصلت معنا لحد جدا فانا كسبت منك لايك ولو انت مش مشترك انضم العائلة تكوني فريق ومسائل فل على حضرتك ترجمة نانسي قنقر